دلوقتي هنروح مع حضراتكم لمجموعة أخبار بناخدها كده يوميا من برا مصر مجموعة من علماء الحفريات في دولة تشيني لقوا هيكل عظمي سليم بنسبة 100% لديناصور الموضوع مش في الاكتشاف الموضوع ان العلماء احتاروا بسبب طول ديله الغريب جدا حتى انهم كانوا مزهولين من اللي شافوه لما فحصوا الديناصور واكدوا ان النوع ده غريب ونادر واكتشافه بيمثل ثورة كبيرة في عالم الحفريات اختيار قاعات الفرح وقدقي الناس بتلف علشان تختار قاع على الفرح وقدقي الموضوع ده مهم طبعا بالنسبة لكل الناس يعني العريس هو اكتر واحد الموضوع مبقاش بالنسبة له مهم قوي في الموضوع بالنسبة له مؤلم فا احنا نتكلم عن مراسم الفرح وكاتب الكتاب وإيه اللي بيحسب عندنا في مصر الرحلة بتبتدي مع انه العريس والعروسة يقرروا انهم هيتجوزوا ونزلوا وبقى يبتلوا ايه يلفوا كده على قاعات الأفراح علشان يشوفوا قاع يحتفلوا بيها يحتفلوا فيها بجوزهم شرط بيبقى من شروط العروسة طبعا واهلها غالبا وغالبا اهل العريس برضو على الفكرة كل الناس بايز تفرحها يعني نبتكون قاعة يعني كبيرة تشيل عدد كبير من المعزيم نس تحب تأزم كل حبايبها واصحابها يعني ونفرح كلنا عندناش موضوع عدد دا صعب قوي علينا يعني بيطلوا واي يدوروا ويشوفوا القاعات أسعارها ايه ايه المناسب ايه القاع اللي ينفع يعملوا فيها يعني الفرح بسعر مناسب لكن احنا الحقيقة النهاردة جايين نتكلم مع حضراتكم على قاعات استثنائية موجودة في العالم نتكلم على قاع ايجارها تقريبا في هونج كونج هي بتوصل ليه 2 مليون دولار في الليلة بس يعني 2 مليون دولار الحقيقة شاملة حاجات كتير جدا يعني قاع لحضراتكم شايفينها في أحد الفنادق الشهيرة يعني من أكبر مميزاته المينيو بتاعته مختلفة عن أي مينيو تانية الاكل فيه طعم الحقيقة مختلف غير أي فندق تاني بيكونوا كل المعازين موجودين قبل الفرح بأسبوع بإقامة خاصة داخل الفندق ويعني بقى من حقهم يستمتعوا بحمامات السباحة والسباو وكل الخدمات اللي بيقدمها الأوتيل وطبعا من غير زي ما كنت بقول لحضراتكم أنه يعني بقى الأكل وأي مشاريب يعني خلال فترة الإقامة بيستمتعوا يعني تخيل أنت هتعذب الناس بعض أسبوع ومش عاجبك لا طبعا مش عاجبا وبعدين أكل مختلف لا أكل مختلف بقى لهم سندوتشين الكوفت وحطة الجتور وبعدين احنا بندور والله يعني بندور على أن احنا نوفر من القاعة يعني مثلا لو قاعة الفرح اللي هنام فيها الفرح بيبقى فيها التفاصيل يقول لك أحط لك مش عارف دانس فلور أحط لك معرفش إيه أحط لك كيسوة دا احنا بنشيل كيسوة الكراسي عشان نوفر مثلا خمسة جنيه في كل كرسي لما تيجي تضرف خمسمائة ما هو دا مش لينة يعني هي قاعة لإيجارها لواحده وباثنين مليون دولار دي حاجة بنتفرج عليها بس أنا أصرف على المعزيم ليه؟ أنا جيب المعزيم ينزله يقعد أسبوع في المكان ليه؟ ديوفك 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 ونزيل الفرح إنما قبليها بأسبوع يجوا وينزلوا حمام السباحة وأكل وشربه ينبسط وكمان فيه أسبوع للاعريس والعروسة بعد ده مش مهم بقى ده مش مهم بقى خلاص النص بسط مش مهم للعريس والعروسة يعني عاملين كل حاجة صراحة بلاثنين مليون دولار يعني عداهم العيب ماشي دلوقتي ننصيب حضراتكم مع فاصل هنرجع من بعد ونكمل الفقرات صباح الخير يا مصر خليكم دايما مستنين